لنبحث عن أعذار لتبرير الهزيمة هو ده مجمل الكلام اللي احنا بنقوله وبنردده احنا واقعيين بنواجه أنفسنا الحمد لله رب العالمين احنا لسه من كام يوم يعني كنا حصلين على برونزية بنواجه نفسنا وما عندناش اللي ندريه أو نعلق عليه أخطاءنا وده نتهيألي مجمل الكلام اللي جي في المؤتمر الصحفي بعد الماتش ما خلص لموسماني عارفة أنه في ناس كتير ضيقها التشكيل عارفة بوجود ثلاث لعيبة خط نص في التشكيل طبعا دي وجهة نظر تدريبية ملناش في الآخر أن احنا نتدخل فيها ولو كان الأهلي لو كان الأهلي سجل من الفرص الضيعة في الشوط الأول كنا هنشيد بموسماني أكيد وكنا هنشيد بالتشكيل بس برده ما ننساش أنه الأهلي راجع من بطولة بطولة كان لها تأثير كبير الحقيقة عليه وكان موجهك جدا تلاحم المباريات برضو ده مش عذر ولا لما نقول البيرن رجع من كاس العالم للأندية وتعادل تلاتة تلاتة مع أرمينيا لا خسر اتنين واحد من انترلاخت فرانكفورت لا ده كل ده مش مبرر لكن كمان النهاردة فيه كلام زي ما قلتلكه في الأول موسماني يمكن رد عليه على فكرة التكثيف وسط الملعب دي آه قالك أنا بدأت بأكرم بدأت بفتحي بدأت بإليو ديانج بعد كده عمر السلية تأخر يعني وجوده في الملعب هو وأفشة هنا في الجزئية دي تقالك أنا كنت عايزة سيطر على وسط الملعب كان عايز يملكه من فريق سنبا بشكل كامل لما تتسأل مثلا عن إن الأهلي أتيحت له عدة فرص سهلة جدا في الشوت الأول قالك دي مطشاط ما ينفعش آه نضيع فيها فرصة يعني هو رد على جزئية دي وقالك ما ينفعش إن أنا ضيع فرصة بس قال إيه قالك إن المباراة دي كان ممكن تتلعب في ظروف أفضل من كده كانت ممكن بتتلعب النهاردة في أجواء صعبة جدا فما ينفعش إن إحنا يعني يعني أو قالك لازم نتعامل بشكل احترافي وننسى كل ده ونفكر في اللي جاي وهو ده اللي احنا بنقوله بخصوص نقطة الجمهور اللي حضرت فكان لوت عليه الحياة المسلماني قالك التعليق دي عجبني جدا لأنه رد محترف جدا قالك إيه بقى؟ قالك أنا ما بتأثرش بحضور الجمهور الأحداث اللي اتلعبت فيها المباراة ما قبلهاش في أي مكان ولكن هو علشان مدرب محترف ما ينفعش إنه هو يتأثر بالخمستاشر ألف اللي حضروا النهاردة ولا حتى لو كان الدابل يعني لو كان حتى 30 ألف ما كانش هو يعني المفروض الجزئية دي يعني